أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنقصصها لتحيح الجزء الأول من الامتحال الوطني الموحد الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة الثانية بكالورية مسلكي الأداب والعلوم الإنسانية الدورة الاستدراكية 2010 بالنسبة للوضعية الاختبارية الأولى كما تلاحظون فهي تتعلق بمادة التاريخ من خلال الاشتغال بالوثائق 10 من 10 إذن المطلوب أمامك مجموعة من الوثائق إذن تفحصها جيدا والسعين بما درسته حول الموضوع لإنجاز المطلوب إذن الوثيقة الأولى كما تلاحظون عبارة عن نص تاريخي وكذلك الأمر بالنسبة للوثيقتين الثانية وكذلك الثالثة أما الوثيقة الرابعة فهي عبارة عن خريطة إذن المطلوب هو القراءة المتمعينة للوثائق لإنجاز المطلوب إذن المطلوب في السؤال الأول هو وضع الوثائق في سياقها التاريخي تحديدا الوثائق 1 و 2 و 3 إذن برجوعنا إلى الوثيقة الأولى فهي تتناول طبعا مقتطفا من معاهدة الحماية التي فرضتها فرنسا على المغرب في 30 مارس 1912 وأيضا بعض الفصول والبنود التي تضمنتها بالنسبة للوثيقة الثانية فهي تتناول تحديدا أساليب المقاومة المغربية ضد الاحتلال الأجنبي أي الاحتلالين الفرنسي والإسباني أما الوثيقة الثالثة فهي تتناول تحديدا يعني سياق وظروف يعني تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 إذن في السياق سيكون بهذه السيقة المقتضبة دائما طبعا في السياق التاريخي نستحضر الزمن المكان والموضوع في الصيغة المفككة أو في الصيغة مدمجة إذن فالزمن يتعلق بالمغرب في فترة الحماية تحديدا ما بين 1912 و1956 أما المكان فهو المغرب في تفاعله مع بعض القوى أو الدول الأوروبية المعنية بنظام الحماية تحديدا يعني فرنسا وكذلك إسبانيا ثم الموضوع فهو إقامة نظام الحماية بالمغرب وتطور أساليب مواجهتي من طرف المغاربة الآن نأتي للإجابة يعني السؤال الثاني إذن المطلوب هو أن نعرف تاريخيا ما يلي نظام الحماية الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال واستكمال وحدات ترابية طبعا هذه المفاهيم لا بد من أن نستحضر في تعريفها وشرحها العناصر الأساسية دون تقيد بالجزئيات إذن باختصار فنظام الحماية هو نظام استعماري نظريا يقوم على المراقبة والإدارة غير مباشرة للمحمية لكن عمليا يتحول إلى نظام استعماري مباشر يهدف إلى تكثيف عملية الاستغلال وقد فرد متناع المغرب سنة 1912 وهذا النظام أيضا فرد على دول أخرى كتونس بنسبة الحركة الوطنية فالمقصود بها تلك الحركة التي تشكلت في ثلاثينيات القرن الماضي بالمدن المغربية بعد توقف المقاومة المسلحة من طرف مجموعة منها الشباب المثقف أي لفيف من الشباب المغربي المثقف وتبنت أساليب متنوعة في الكفاح الوطني إذن فيها النضال السياسي أو العمل السياسي أيضا العمل الفذائي ثم العمل المسلح كسبيل لانتزاع الاستقلال أما المطالبة بالاستقلال فهي تعتبر مطلبا تجسد على الخصوص في عريضة أو وثيقة المطالبة بالاستقلال التي رفعتها الحركة الوطنية بتنسيق مع القصر إلى سلطات الحماية بتاريخ 11 ينير 1944 بنسبة استكمال وحدة ترابية فكان يعنيه بأساسا المصار الذي نهجه المغرب غداة الاستقلال بهدف استرجاع المناطق التي كانت لا تزال ترزح تحت الاحتلال الأجنبي الآن نأتي إلى الإجابة عن السؤال الثالث وهي تعلق باستخراج معطية تاريخية مضمنة في الوثائق إذن ألف من الوثيقتين واحد واثنان المقاومات الثلاثة للدولة المغربية التي سلبتها إياها معاهدة الحماية يعني منك نرجع الوثيقة الأولى ليكت ناول طبعا جانب من فصول معاهدة الحماية وكذلك الأمر بالنسبة للوثيقة الثانية فيتضح لنا أن هذا النظام أولا مسى بوحدة التراب المغربي ثم أيضا بالاستقلال والسيادة المغربيين كما توضح أيضا الوثيقة الثانية إذن فطبعا تم تجزئ الوحدة الترابية للمغربي وكذلك المغربي فقد سيادته واستقلاله بالنسبة للسؤال باء إذن أن نستخرج من الوثيقة إثنان الأساليب التي استعملها المغاربة في موجات الاستعمار الأجنبي إذن هذه الأساليب هي تراوحة ما بين المقاومة المسلحة أو المقاومة الحربية أو كذلك العمل أو الكفاح السياسي إذن فالجواب طبعا دائما يجب أن يكون مقتضب وطبعا يتضمن العناصر الأساسية المضمنة طبعا في الوثيقة إذن جيب الوثيقة الثالثة العوامل التي أسهامت في تطور الحركة الوطنية المغربية نحو المطالبة بالاستقلال انطلاقا من الوثيقة الثالثة إذن فحيثيات أو العوامل التي أسهامت في تحول حركة الوطنية نحو المطالبة بالاستقلال ترجع أساسا إلى تحول نظام الحماية إلى نظام مباشر إلى نظام حكم مباشر ثم أيضا استحوال الجالية الفرنسية على مقاليد الحكم واحتكارها لخيرات البلاد ثم أيضا تحطيم الوحدة المغربية ونضيف إليها أيضا الظروف المستجدة بشأن الحرب العالمية الثانية وإصدار وثيقة الأطلسي التي نصت على حق الشعوب في حكم نفسها إذن فالجواب سيكون بهذه السيغة المقتضبة إذن بالنسبة لثلاثة أليف إذن المقاومات الثلاثة للدولة المغربية التي سلبتها إياه معادة الحماية فهي وحدة الإقليم الجغرافي لأن المغرب في عد الحماية قسم إلى ثلاثة مناطق نفوذ منطقة النفوذ الفرنسي ومنطقة النفوذ الإسباني ثم منطقة ذات نظام دولي وهي طنجة ثم أيضا الاستقلال والسيادة المغاربة طبعا استعملوا أساليب عديدة لمواجهة المستعمر منها الأسلوب الحربي من خلال مقاومة المسلحة وأيضا الأسلوب السياسي الذي تبنته الحركة الوطنية في بدايتها بالنسبة لجيم إذن فهناك جملة من العوامل التي أسهمت في تطور الحركة الوطنية المغربية نحو المطالبة بالاستقلال منها تحول نظام الحماية إلى حكم مباشر في تناقضين صارخ مع روح معادة الحماية ثم احتكار الأجانب لتسير البلاد وإقصاء المغاربة سيطرتهم على خيرات البلاد وأيضا سعي سلطات الحماية لأتفكيك وحدة المغرب ونضيف إليها ظرفية الحرب العالمية الثانية ومستجداتها خصوصا هنا احتلال فرنسا من طرف ألمانيا وإعلان الحلفاء في الميثاق الأطلنطي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالنسبة للسؤال الرابع المطلوب هو تركيب الفكرة الأساس للوثائق 1 و 2 و 3 دائما الفكرة يجب أن تكون مقتضبة وموجزة إذن ما يفيد طبعا هذه الصيغة تطور ردود فعل المغاربة إذا الحماية الأجنبية على البلاد بالنسبة للسؤال الخامس والأخير طبعا فيه جزئين إذن أولا يعني إتمام تعبئة مفتاح الخريطة المرفقة بكتابة أسماء المناطق المغربية المسترجعة من قبضة الاحتلال الأجنبي وتواريخ استرجاعية ثم في الشق الثاني أنه برز في فقرة الأسلوب لمعتمد في السكمال وحدة ترابية في مرحلات ما بعد الحصول على الاستقلال بالنسبة لتعبئة الخريطة إذن فهذه الخريطة موضوعها استقلال المغرب والاستكمال وحدة ترابية إذن هناك مناطق السرجعة سنة 1956 ثم المنطقة الثانية فهي طبعا منطقة طرفاية التي السرجعة سنة 1958 ثم المنطقة الثالثة فهي CDF2 سنة 1969 ثم بعد ذلك استرجاع إقليم الساقية الحمراء سنة 1975 بعد تنظيم مسير الخضراء وأخيرا استرجاع إقليم وادي الذهب سنة 1979 إذن بالنسبة للفقرة إذن المغرب اعتمد أسليب متنوعة في مصار السكمال وحدة ترابية فهو استرجع طرفاية بفضل مقاومة قبائل أيتبا عمران مساندة بجيش تحرير وأيضا عقب مفاوضات مغربية إسبانيا واسترجع أيضا قطاع سيدي إفني بعد مفاوضات ثنائية بين المغرب وإسبانيا وبالمقابل يعني محكمة العدل الدولية أكدت بلاهاي على حق المغرب في استرجاع سحرائي فقام بتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع إقليم الساقية الحمراء سنة 1975 واسترجع المغرب أيضا إقليم وادي الذهب بعد جديد وفد صحراوي البيعة للعرش العلوي سنة 1979 إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة تمنى تكون حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسي ونوفق في تبليغ مرضى منه عناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسيلة أو استفسارات يمكن لكم أن تسركها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته